لإلقاء مزيد من الضوء على مسألة أجور الأطباء في العالم العربي وحول العالم كذلك تنضم إلينا الدكتورة أمل ناصر استشارية في الطب الداخلي وأمراض الدم والأورام ونرحب كذلك بضيفنا من عمان أيضا الدكتور زياد الزعبي نقيب الأطباء الأردنيين صباح الخير دكتورة أهلا بك دعينا نبدأ ربما مع الدكتور الزعبي في عمان لإلقاء أيضا ضوء على ناحية الإدارية كذلك لهذا الموضوع دكتور هذا الموضوع موضوع أجور الأطباء هو الشغل الشاغل في العالم العربي خاصة في ظل هجرة متزايدة لأعداد الأطباء من الشرق الأوسط والبلدان العربية نحو أوروبا ومناطق مختلفة هل الأسباب فقط مادية ومالية أم هناك أسباب أخرى لنتحدث أولا شكرا جزيلا على الاستضافة لكن لنتحدث أولا عن الأردن الأردن هناك الحقيقة الآن فائض في عداد الأطباء الجدد لأن لدينا مجموعة من كليات الطب وتخرج الألاف سنويا في واقع الأمر لدينا الآن الأطباء العاملين في كل القطاعات الحكومية سواء كانت العسكرية منها أو المدنية وفي القطاع الخاص ما يقرب من 28 إلى 30 ألف طبيب ولكن سيتخرج خلال السنوات الخمس القادمة ما يقرب من 40 ألف طبيب نصفهم من الأردن والنصف الآخر من جامعات خارج الأردن في واقع الأمر أن الأجور في الأردن بالنسبة لقطاع وزارة الصحة فهي بدون جدال قليل ولكن مساء نقابة الأطباء خلال العام المنصرم أنتجت اتفاقية جديدة مع وزارة الصحة بزيادة العلاوة الفنية من 35% أو بعلاوة بدل التفرق إلى 55% والآن أصبحت مقنعة إلى حد كبير بالنسبة لأطباء القطاع الحكومي المتمثل في وزارة الصحة وكما تعلم في الأردن يمنع على أطباء وزارة الصحة مزاولة العمل في القطاع الخاص وكذلك الأمر بالنسبة للقطاع العسكري فمن يتريد أن يتفرق بالقطاع الخاص يجب أن يترك عمله في القطاع العام هذا الأمر أدى إلى طبعا هجرة بعض الكفاءات من وزارة الصحة لكن إذا تحدثنا عن هجرة الأطباء الاردنين فهي تعود لسببين السبب الأول هو البحث عن اختصاص يعني عندما يتخرج الطبيب لا يجد فرصة كبيرة في التعيين وفي برامج الاقتصاص لأنها محددة وعداد الخريجين أكثر من عداد المقبولين لبرامج الإقامة أو التخصص في كل القطاعات سواء كان العام أو الخاص أو العسكري لذلك يبحث للطباء عن فرص للهجرة إلى بلاد أخرى مثل أوروبا وأمريكا لكن أيضا هناك كثير من الأخصائيين يبحثون عن فرص مالية أفضل وتتمثل هذه طبعا في دول الخليج العربية وأيضا في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لكن إذا تحدثنا عن دول عربية أخرى مثل سوريا ومصر وغيرها فهناك يسمح للطبيب الذي يعمل في القطاع العام أن يعمل أيضا في القطاع الخاص في فترة ما بعد الدوام الرسمي ولذلك لا يعانون كثيرا ولكن لديهم مشاكل من نوع آخر لكن يعانون منها سواء الراتب أو بيئة العمل نقص المعدات وأيضا المشاكل في القطاعات المرتبطة بالقطاع الطبي كقطاع الأدوية والاستشفاء من خلال تجربتك دكتورة أمان ما الذي يدفع الطبيب لترك عيادته لترك عائلته لترك مرضاه وعائلتهم والهجرة إلى بلد آخر هلأ تنعرف تنرجع بالأول لهجرة الأطباء وهجرة الأدمغة بالأحرى هي معضلة مزمنة يعني هيدا مشكلة مزمنة ليست مستجدة ببلادنا نحنا إن كان بلبنان بسوريا بفلسطين هيدا مشكلة يعني صار لأكتر من عشرات السنين إذا بدي أجي أحكي عن لبنان لبنان مؤخرا يعني إذا عم تحضروا الأخبار أكيد وتسمعوا شو عم بيصير بالبلد يعني صار الطبيب معرض يعني لعدة أزمات والأزمة الطبية بلبنان هي بترتكز على ثلاث ركائز هي أهم مشاكل اقتصادية مشاكل سياسية ومشاكل أمنية يعني وهم بالنهاية كله بيرجع لمشاكل سياسية لأنه بالنهاية عنا ببلادنا إن كان الاقتصاد ولا الأمن تناناته المسياسين الطبيب بيروح على شغله بلبنان أولا ما بيأخذ حقه مزبوط من إن كان من الضمان أو من الوزارة أو حتى من شركات التقنية نتعلم عن ظروف مستجدة مع الوضع الاقتصادي والسياسي المتأزم حديثا ولكن قبل كان يحرف لبنان بمستشفى الشرق وذلك يعني لطاقاته ويعني نجاح قطاعه الاستشفائي بشكل كامل حتى لحديث هلأ يعني أنا بالرغم من كل الظروف يلي صارت بلبنان أنا بعد بني بقول إنه لبنان بعده مستشفى الشرق الأوسط يعني إذا بدنا نرجع نحنا شوي بالتاريخ لكم سنة يعني سنتين لا ثلاث سنين تقريباً انفجار المرفق كارثة مثل هايدي وبيظل يعني كانت بيعزدينا لمشاكل الاقتصادية والأمنية بلبنان الجسم الطبي والقطاع الطبي كله بلبنان يعني أبله بلاءاً حسناً وحتى ممتازاً يعني بالنسبة للاستدراسة طيب بسمحي لدكتورة أن أوقفك هنا يعني نحن نتحدث عن أجور الأطباء وعن إنصافهم هناك هجرة كبيرة جداً للأطباء سواء من لبنان أو من دول عربية أخرى ربما الأردن كما تحدث نقيب الأطباء ليس من ضمن هذه الدول التي تعاني من نزيف الأطباء لكن نحن نتحدث عن قطاع استشفاء موجود فعلاً في لبنان لكنه مكلف للغاية غير متوفر لأولاء الذين من ذوي الدخول المنخفضة هذا واحد قضية الأخرى تتعلق بالبيئة الطبية التي تدفع هؤلاء خارج لبنان للاختصاص أو حتى للحصول على مزيد من المرتبات المشكلة الأساسية في لبنان هي مشكلة مادية واقتصادية مثل ما قلت حتى كمان مشكلة أمنية يعني أحياناً الطبيب يتعرض لإعتداء يمكن بيكون هو وضعه ما بده يسافر بس أحياناً في أطباء بيتعرضوا لإعتداءات بمراكز شغلهم يمكن بعياداتهم ولا بالمستشفيات وهالشي صارعاً بيتكرر فهيضا كمان إحدى الأسباب المهمة اللي عم تدفع الأطباء للهجرة لأنه ما بقى في أمن في الوضع نوعاً ما الوضع متفلت شوي فهون المشكلة يعني بمؤسسات الدولة يعني لازم مفروض يكون فيه تأسيس يحمي القطاع الطبي بشكل عام إن كان من أطباء ولا ممردين صحيح لأنه حتى التمريد بلبنان يعني يعتبر من أهم المستويات على صعيد الشرق الأوسط كل وسوا بالتأكيد ما هي المؤسسات الرسمية نطرح السؤال على دكتور زعبي ما هي المؤسسات الرسمية المعنية بتنظيم قطاع الأطباء في الأردن المسؤول الأساسي عن القطاع الصحي بشكل كامل هو وزير الصحة لكن في ما يتعلق بتنظيم القطاع الطبي نقابة الأطباء هي المسؤولة عن تنظيم المهنة للأطباء وفي هناك نقابات أخرى طبعاً نقابة الأطباء للأسلام والصعيدة هذه مسؤولة عن القطاع الأطباء أنفسهم ولكن تنظيم العلاقة ما بين المريض وما بين الطبيب فهي مسؤولية مشتركة ما بين نقابة الأطباء وما بين وزارة الصحة لا أنا قصدت مشاكل حتى في الأردن من التي ذكرتها هناك فائد في عدد الأطباء وهذه أيضاً مشكلة وهي تؤدي كما أنت ذكرت إلى هجرة بعض الأطباء ولو كانت لأسباب مختلفة عن هجرة الأطباء التي تحصل في لبنان وسوريا ومصر وغيرها من يتولى مسؤولية تحسين مهنة الأطباء وظروفهم والشروط التي تحكم هذا القطاع في الأردن في حقيقة الأمر لا يوجد إشكالات فيما يتعلق في بيئة العمل يعني مثلاً لو أخذنا المستشفيات العسكرية فيه مجهزة من أفضل التجهيزات مستشفيات القطاع الخاص لدينا ما يقوم من 70 مستشفى خاص في الأردن 50 منها متركزة في عمان تستقبل عشرات الألوف من المرضى العرب في كل عام والأردن معروف أنه حسب تصنيف البنك الدولي الأول على منطقة الشرق الأوسط والخامس عالمياً في استقبال مرضى الصياحة العلاجية والاستشفائية ولذلك مجبرة المستشفيات أن تجهز نفسها بأحدث وسائل التكنولوجيا لا يوجد لدينا نقص في عدد الأطباء والاختصاصين في أي تخصص موجود ولكن هناك عندنا فائض في الخرجين الجدد لدينا سبع كليات طب حكومية وكليتين من الجامعات الخاصة ونستقبل كل سنة ألاف الخرجين من المرضى صحيح دكتور لكن أيضا نفس المنطق الذي ينطبق على العمان ينطبق أيضا على عمان الجميع يعلم بأن كلفة التداوي في الأردن أيضا هي عالية دعني أعود مرة أخرى إلى الدكتورة أمل بالحديث أيضا عن المسألة الأخلاقية ربما المرتبطة بهذه المنطقة سأعود إليك دكتور دكتورة أمل بالحديث عن المسألة الأخلاقية المتعلقة بمهنة الطب قسم أبو قراط يتحدث بشكل واضح وصريح وهو القسم الذي يقوم به جميع الأطباء في بداية ممارستهم لهذه المهنة يقول أن أصون حياة الناس في كل الظروف والأحوال باذل الرعاية للقريب والبعيد والصديق والعدو في كل الظروف يعني عندما يترك أي طبيب بلده التي تعلم بها التي بذلت من أجله الكثير على المستوى التعليمي وعلى مستوى التكاليف التي يتحدث عنها السيد النقيب في الأردن ويذهب إلى بلد آخر فقط من أجل المال أليس في هذا يعني معضلة أخلاقية ما؟ هلأ هي مش قصة معضلة أخلاقية أكتر ما أنه هي أزمة إنسانية بينه وبين حاله هو الطبيب يعني ما تفكر الطبيب وقتا بيأخذ قرار أنه يترك كل هالتاريخ يلي ورا منه ويتغرب بيكون هو مبسوط أو بيكون هو مرتاح يعني هذا مثل ما بيقولوا مجبر أخاكا لا بطل يعني المشكلة اللي عنا ببلادنا يعني مش أنه بدي أقول أنه يعني فيه لقم أو شيء لا المشكلة أنه ما بالنهاية أوكي نحن بنقسم قسم أبو قراط مظبوط طيب بس بالنهاية أنت وقتا كيف بدك تعيش حياة كريمة كيف بدك أنت تظلك محافظ على مستوى معين من الحياة تتقدر أصلا تخدم المرضى تتقدر أصلا يعني كمان تعطيهم حقهم من العلاج المظبوط ومن التشخيص الدقيق كمان الطبيب هو إنسان صحيح وهو كمان يتعرض لضغوطات نفسية لضغوطات اجتماعية لضغوطات مالية واقتصادية وأمنية فكمان إذا هو محس حاله إنه ببيئة مقدر فيها ومحس حاله إنه هو ببيئة فيها أمان أقل شيء الأمان النفسي يعني صحيح كيف بده يقدر يعطي كيف بده يقدر يهتم بمرضى بس كمان بدي أقول لك نقطة كتير مهمة إنه الأطباء في لبنان أغلبيتهم أغلبيتهم يعني ما بيسافروا وبيتركوا عياداتهم وأنا منهم يعني بيضل الشغل برا وبالبنان يعني في عليه أواطيضة بين المواطن اللبناني وأرضه ما بيترك الأرض بالتأكيد هذا ينطبق على الكثير من الأطباء الذين يعملون كأطباء زائري في بلدانها من أصلية والطبيب اللبناني والطبيب اللبناني أثبت حاله بجدارة وينما كان يعني حتى إذا بتلاحظ أنت إن كان بأمريكا ولا بأوروبا إذا بتطلع أعتقد هذا ينطبق على معظم الأطباء العرب العرب مضبوط دعينا نشرك مرة أخرى وهي أظروف التي أوصلت ربما الطبيب إلى أن يسأل نفسه هل أبقى بدل هل أغازل يعني هذا صراع صراع يعني بين كل بينه وبين حاله يعني صراع الطبيب بينه وبين حاله بترك ولا ببقى أنا إذا بقيت شوفيني أعمل لكن الحال عدد كبير أيضا من الذين هاجروا لبنان وغيرهم من الدول العادوا بسبب ظروف عمل لبنان لم تكن أفضل بكثير 100% يعني حتى كمان بدي بس أدري أنوه على نقطة أشرك الدكتور الدكتور الزعبي في عمان دكتور لو سمحت لي يعني بعجالة ما هي ربما الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل يعني احتضان أكبر دعنا نقول للأطباء سواء في الأردن أو حتى في بقية البلدان العربية للحيلولة دون هجرة كل هذا العدد من الأطباء إلى الخارج ما النواقص يعني أقصد هو يعني لابد من التراف بأنه يعني لابد أولا من مضع برامج لتحسين الأداء للأطباء سواء من الناحية كما ذكرت زميلتنا الدكتورة سواء من الناحية بيئة العمل أو الأمور الأمنية وكذا لكن إذا تحدثنا عن الجوانب الفنية في هذا يختلف من بلد عربي إلى بلد آخر يعني أن الطباء في الأردن يهاجرون فقط إما للاختصاص وهذا هو السبب الرئيسي أو لتحسين ظروفهم المعيشية لكن في كثير من الأحوال لدينا إحنا في الأردن كثير من الأطباء الذين هاجروا إلى بلاد حتى أمريكا يعودون الآن وحتى صدر قانون مجلس الطبي للأردن جديد الذي سهل عملية عودتهم وانضمامهم للأطباء الموجودين في الأردن المشكلة الأساسية هي الظروف الاقتصادية في البلد قد يعاني منها كثير من الدول العربية لكن في الأردن يجب أن تعلم أن 70% من المواطنين الأردنيين مؤمنين لدى المستشفيات الحكومية أو العسكرية وعشرين بالمئة مؤمنين لدى صناديق تأمين خاصة بالشركات فقط عشر بالمئة من الأردنيين هم الذين يدفعون أتعابهم نقدا أتعاب الأطباء نقدا أو إجراء العمليات وفي حال أن يكون هو لا يستطيع الدفع فيستطيع أن يحصل على عفاء من الدول الملكة أو من رئاسة وزراء للمعالجين صحيح المسألة بالتأكيد مرتبطة بالأفراد ومرتبطة بالمؤسسات والتنظيم القطاع الصحي والأردن هو أحد النماذج ربما المتقدمة في العالم العربي أشكرك جزيل الشكر نقيب الأطباء الأردنيين دكتور زياد الزعبي حدثنا من عمان وشكر موصول طبعا لضيفتنا في الستوديو الدكتورة أمل ناصر استشارية الطب الداخلي وأمراض الدم شكرا جزيلا لك شكرا لكم أصعد الله صباحي